رئيسة البرلمان الأوروبي قالت لقاء جيد جداً مع رئيس مصر عبد الفتاح أسيسي وقالت يعترف البرلمان الأوروبي بالدور البناء اللي بتلعبه مصر في النزاعات الإقليمية بما في ذلك الشرق الأوسط نحن بحاجة إلى الاستمرار في إعطاء أكسجين بالسلام يبقى رئيسة البرلمان الأوروبي بتلتقى الرئيس وبتغرد بعد لقاءه بتقول لقاء كان مثمر جداً والدور اللي مصر بتلعبه دور بناء في النزاعات الإقليمية وإحنا بحاجة بتقول إلى الاستمرار في ضخ أكسجين إلى عملية السلام وده طبعاً دور مصري بامتياز رئيسة المفاوضية الأوروبية موندرلاين قالت التقيته للتو بالرئيس عبد الفتاح أسيسي وتكلمت معاه في الفرص الاقتصادية وجميع المجالات والاستقرار الإقليمي والإنسان والطاقة والمناخ والد مصر بصفتها رئيس قمة كوب 27 ستلعب دور حاسم في النجاح العالمي في مكافحة تغير المناخ طبعاً دور مصر واضح جداً في المنتدات الدولية شايت إنه ما جرى خلال اليومين اللي فاتوا بيعكس الكلام اللي احنا بنقوله مش محتاج منا تدليل أو برهان شفتوا كيف استقبل زعماء دول العالم السيد الرئيس وكيف كان الحوار لغة الجسد مخرجات الحوارات كلها بتصب في اتجاه احترام وتقدير دور الدولة المصرية الفاعل في الإقليم وكمان التغيرات الإيجابية الحاصلة بسرعة شديدة داخل مصر من خلال المشروعات القومية